يمثل إحياء يوم الشهيد الذي وافق السابع عشر من ديسمبر من كل عام مناسبة وطنية عزيزة على قلوب جميع أبناء مملكة البحرين وجاء تخصيص هذا اليوم بتوجيه ملكي سامي من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ليكون يوما وطنيا للاحتفاء بشهداء الوطن الأبرار تكريما رفيعا نظير ما قدمه في سبيل حماية الوطن ويؤكد الاحتفاء الوطني بيوم الشهيد المكانة الرفيع التي يحظى بها شهداء الواجب في نفوس جميع المواطنين وهو يوم رد الجميل لأهله وفرصة للتعبير عن الترابط وما تكنه مملكة البحرين وشعبها من تقدير واعتزاز بهؤلاء الشهداء الخالدين في وجدان الوطن وفخرها بهم وببطولاتهم في ميادين الشرف والواجب يوم السبع عشر من ديسمبر من كل عام مناسبة وطنية عزيزة تخليدا وتكريما لجميع الشهداء الابرار من رجال البحرين الذين ضحوا بأرواحهم الزكية الطاهرة في سبيل وطنهم في ساحات الشرف وميادين البطولة خلال أداء واجبهم السام المشرف مجسدين بذلك أسما قيم الشجاعة والفداء فأصبحوا فخرا للبحرين ونبراسا مضيئا لأجيالها القادمة في حب الوطن بأسما معانيه وسيظل هذا اليوم مناسبة مشرقة في المسيرة الوطنية لمملكة البحرين منها الاعتزاز والفخر بأبنائها الذين استشهدوا داخل الوطن وخارجه نصرة للحق وإرساء للعدل ودفاعا عن أمن وسيادة الوطن والتصدي للإرهاب ومد يد العون والإغاثة للأشقاء انطلاقا من مبادئ الدين الحنيف والقيم البحرينية الأصيلة وجسدوا أروع معاني البطولة والعطاء سيرا على نهج الآباء والأجداد الكرام وستبقى تضحيات شهداء الوطن الأبرار بأرواحهم الغالية محفورة في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه فقد سطروا تاريخا مجيدا من البطولات خلدت أسماءهم فأصبحوا عزا لوطنهم ولأهلهم وكذلك لإخوانهم من منتسبي القطاعات العسكرية والأمنية كافة الذين يلبون نداء الواجب ويواصلون القيام بمسؤولياتهم بكل كفاءة واقتدار فهم الحسن الحامي لحدود الوطن والحافظين لأمنه واستقراره وصون مقدراته ترجمة نانسي قنقر